يعني أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل كيف ما تكون أفضل عمل بعد الفريضة قيام الليل جبريل عليه السلام تخيل معي هذا الموقف يا أبو حسين جبريل ترى ما ينزل من السماء للأرض إلا الأمر عظيم مزل جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وقال لي عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مزي به وأعلم اسمع اسمع عش بعد وأعلم هذا واستشعر معي ماذا قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم بعد وأعلم هذا وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل أعظم أمني أهلي الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يجنب على النار ويدخل الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاس الآن نحن نصلي ندبر الآية تتجافى يعني إيش تتجافى ترتفع جنوبهم عن الفراش تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا من ماذا؟ من نار تلظى لا يصلها إلا الأشقى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى هؤلاء ما قاموا الليل إلا من أجل أن الله سبحانه وتعالى يبعد عن هذه النار وكذلك يرجون ما عند الله وأعظم أمني للإنسان في هذه الدنيا أن يخرج من هذه الدنيا وقد رضي الله عنه وأدخله الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل دأب الصالحين قبلكم يعني الصالحين صفة من صفاتهم الصالحين الذين كانوا قبلنا كانوا يقومون الليل الله عز وجل أخبر عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ آخر الليل كانوا آخر الليل يستغفرون الله ويقومون بين يدين الله عز وجل ويتلون كلام الله سبحانه وتعالى قيام الليل دأب الصالحين قبلكم والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مقرب إلى الله عز وجل من أسماء الله عز وجل الشكور ما معنى الشكور الشكور الذي يجازي بالعمل القليل الأجر الكبير شكور شكور وسبحانه وتعالى حليم جل وعلا شخة علي إحنا بعضنا نحيان نشوف واحد يقول يا أخي أخي وجه مريح أخي وجهه نوم أسوجه فيه نوم هذا السؤال جاء واحد يوم من الأيام وسأل الإمام الحسن البصري قال يا إمام ما بال المتهجدين بالليل يعني اللي يقوموا في الليل ويصلوا بين يدي الله ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها قال كلمة وأجاب بإجابة تكتب بماء العين قال هؤلاء أقوام خلوا بالله فكساهم من نوره تبغى الله ينور وجهك وقلبك ويجعل لك نور على الصراط بين يديه الله بين يديه يوم القيامة اخلوا بالله الليل ترجمة نانسي قنقر